بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم في ذكر نواقض الإسلام والتحذير منها الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأمرنا بالتمسك بهذا الدين والثبات عليه إلى الممات وحذرنا من التخلي عنه فقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المستمع الكريم إن دين الله واحد وطريقه واضح مستقيم وإن الضلال طرق متشعبة ومتاهات كثيرة مهلكة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وعلى كل سبيل من هذه السبل الضالة شيطان يدعو إليه ويرغب الناس فيه فالسالك على الصراط المستقيم تعترضه صوارف عن المضي في سبيله إلى طرق الضلال تارة بالترغيب وتارة بالترهيب فهو يحتاج إلى علم بتلك الطرق المضلة ويحتاج إلى صبر وثبات على الحق والارتداد عن دين الإسلام إلى الكفر يكون تارة بترك الإسلام بالكلية إلى ملة من ملل الكفر وتارة يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام مع بقاء التسمي بالإسلام والانتساب إليه وأداء بعض شعائره فيكون محسوبا على الإسلام وأهله وليس هو كذلك وهذا أمر خطير وموقف دقيق يحتاج إلى بصيرة نافذة يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال إذ كثيرا ما يلتبس هذا الموقف على كثير من الناس بسبب جهله بنواقض الإسلام وأسباب الردة وهذا واقع سيء يعيشه كثير من الناس في عصرنا هذا إن الإسلام ليس مجرد دعوى بلا حقيقة ولا هو جمع بين المتناقضات إن الإسلام دين الحق فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك إن الإسلام وحدة متكاملة لا يتجزأ لا بد من القيام بشعائره وحقوقه وتجنب نواقضه ومبطلاته فلا يكفي أداء شعائره مع عدم تجنب نواقضه وإن من يؤدي شعائر الإسلام وهو يمارس شيئا من نواقضه فهو بمنزلة من يتوضأ ثم يحدث فهل يبقى لوضوئه أثر إن الإسلام دين ودولة عبادة وحكم وعمل دعوة وجهاد وبالجملة فالإسلام يحكم جميع التصرفات والتحركات الصادرة من المسلم وكما أنه لا يكفي أداء شعائر الإسلام مع عدم تجنب نواقضه فكذلك وأولى لا يكفي مدح الإسلام والثناء عليه من غير تمسك بأهدابه وعمل بأحكامه فاليوم نسمع من يمدح الإسلام كثيرا بلسانه ولكنه يبتعد عنه بأفعاله وتصرفاته بل إذا رجعنا إلى مجال التطبيق وجدنا الشقة بعيدة بين القول والعمل وإنه لمن الظلم الواضح والخطأ الفاحش أن نطلق اسم الإسلام على من لا يستحقه لمجرد أنه يدعيه أو يثني عليه مع أنه يعاديه بفعله وتصرفاته إن نواقض الإسلام كثيرة منها وهو أعظمها الشرك بالله في عبادته كما يفعل اليوم عند قبور الموتى وأضرحتهم من دعاء غير الله والتقرب إلى الموتى بأنواع القربات من صرف النذور لهم وذبح القرابين لأضرحتهم كل ذلك وكذلك الذبح للجن طلبا للشفاء من المرض أو قضاء حاجة الذابح ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومن نواقض الإسلام الحكم بغير ما أنزل الله فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن ذلك أصلح للناس وأحسن من حكم الله أو يرى أنه مخير بين الحكم بما أنزل الله والحكم بالقوانين فهو كافر مرتد عن دين الإسلام قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن نواقض الإسلام ترك الصلاة فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها ودعي لأدائها فاستمر على تركها فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إلى قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين فأخبروا أن من جملة الأسباب التي دخلوا بها النار ترك الصلاة وأخبر أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين فدل ذلك على أنهم كفار لأن المسلمين تنفعهم شفاعة الشافعين بإذن الله وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة فدل الحديث على أن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر فمن لم يصلي فليس بمسلم وقد كثر اليوم ترك الصلاة وعدم المبالاة بها مع بقاء تاركها بين أظهر المسلمين ومعاملته معاملة المسلم يتزوج من المسلمين وتأكل ذبيحته وهذا أمر له خطورته وأضراره حيث تنتقل عدواه إلى غيره فلو أن حكم الله نفذ في هؤلاء وطهرت منهم بلاد المسلمين وبيوت المسلمين لارتدع الناس عن هذه الجريمة النكرى ومن نواقض الإسلام اعتناق شيء من المبادئ الهدامة كالشيوعية والقاديانية وسائر المبادئ المناهضة للإسلام والتي كثر الترويج لها والدعوة إليها بشتى الوسائل فيجب على المسلم أن يحذر منها غاية الحذر وأن يقبل على معرفة دينه وأحكامه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه